آية في القرآن الكريم بتقول إن الله لا ينظروا إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظروا إلى قلوبكم يا دكتور صوركم دي يا فندي الصور بتاعتك مش فرق صوركم دي يعني شكل وشكل الأنسة ده الشكل طالما شكلنا مش مهم لا يا فندي الشكل حاجة وستر العورة حاجة تانية يعني ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا ينظروا إلى صوركم أروحانا نزل بنتي مثلا وانا يا عبدالله رشد أنسي في الشارع عمشي كما ولدتني أمي والناس تقول لي إيه دا أقول لهم إن الله لا ينظروا إلى صورتي جري يا جماعة وبقى أنا ممكن مكونش اللافسة الحجاب بس اللافسة طويل أحسن من واحدة محجبة بتبقى اللافسة حقا الكامر وبرضو شكلها مش حلوة يا ماشي ما هو الحجاب الحجاب سترة أصلا حجاب مش شعر يا جماعة عايزة فهمها يا جماعة كتيرا قوي بتبقى اللافسة جلبان وواسع ايوة يا نسا ايوة يا نسا ما عايزش يقولي تاني وبرضو بيبقى في صورة لا لا بالراحة 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 أقوليش نسمعك بالأول والول تاني بقى السؤال دلوقتي أنا ممكن يكون مش محجبة بس اللافسة طويل ماشي طمام وواسع وكل حق في الناس كتيرا بتبقى اللافسة محجبة وبرضو بيبقى اللافسين حاجات الناس اللي بصها عليهم اه مقسمة على الجسم تقصودي يعني بالضبط نبقى ملحاش لاجبا في الناس اللافسة واسعة مش حطة ميكاب وشكلها عايزة جدا والناس تقط عاكس فيه لكن كده اللي اتنين غلط اقول لحضرتك على شيء اللي اتنين غلط ارد بقى لحضرتك اللي لابسة واسعة وفتفاض بس نقيصة الحجاب لقولها نقص الخطوة ربنا يا كريم وبتبقى لابسة الحجاب طب اخلص كلامي انا بقول لابسة واسعة اللي حضرتك قلت عليها لابسة واسعة ومش محجبة لابسة يعني انا هقول لها كده احسنت يا ربنا يوفاك بس فاضل كمان تكاية هاتيها كويس طيب اللي لابسة لبس نابسة حجاب ولابسة لبس المدايق وبتاع واللها ما انت محجبة ماشي الله نقصك تكاية بس وسعي البنطلون ده شوية والبتاع ده شوية والدنيا عتوزبط الكلمة طيبة حسنة ايوة صح بس الدنيا هتمشي يعني انت شايف ان دي نعيسة حاجة الله يفتح علي لا فيش فرق بينهم يعني كون ان انا اهجم على الانسان عشان اوصل له كلمة الله هيكرهني ودي احد اخطر الحاجات الموجودة وهيكره كلمة الله